اصفت بانها ناجحة جدا في جميع النواحي الاقتصادية والسياسية والثقافية انها زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للعاصمة الفرنسية باريس والتي التقى خلالها لاول مرة بالرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون منذ ان تولى رئاسة فرنسا زيارة ارسل فيها الرئيس السيسي رسالة للعالم اجمع مفادها ان مصر لن تقف امام تربصات الاخرين بها وهذا ما عبر عنه الرئيس الفرنسي الذي اعلن دعم بلاده لمصر ضد الارهاب وان ما تقوم به مصر من اصلاحات اقتصادية يؤكد على انها تسير على الطريق الصحيح زيارة تم فيها توقيع مذكرات تفاهم بين الجانبين بقيمة 400 مليون يورو بالاضافة الى القروض والمساعدات المقدمة من المؤسسات الفرنسية والتي تصل لمليار يورو زيارة التقى فيها سيسي عددا من كبار المسؤولين الفرنسيين من بينهم وزير الداخلية كما زار البرلمان الفرنسي بغرفتيها والتقى عددا كبيرا من رؤساء الشركات الفرنسية واجرى حوارات صحفية وتلفزيونية على هامش الزيارة وابرمى ووقع وصائق تعاقضية بين البلدين وصلت الى 16 اتفاقية من بينها الاتفاق التنفيذي لقرد الوكالة الفرنسية للتنمية لدعم قطاع الطاقة بالموازنة المصرية الاتفاق التنفيذي لقرد الوكالة الفرنسية للتنمية لتطوير عدد من مراكز الرعاية الصحية الاولية في خمس محافظات مصرية الاتفاق التنفيذي لقرد الوكالة الفرنسية للتنمية لتطوير محطة معالجة للصرف الصحي بشرق الاسكندرية أعلان مشترك بين الوكالة الفرنسية للتنمية والحكومة المصرية لدعم قطاع الحماية الاجتماعية بالموازنة اتفاقية لإنشاء محطتين لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بأسوان خطاب نوايا بين حكومتي البلدين حول توريد فرنسا لعدد 500 عربة مأكولات متنقلة أعلان نوايا بين حكومتي البلدين حول قيام فرنسا بتمويل دراسات الجدوى لتطوير شبكة النقل الحضرية بمدينة المنصورة ومذكرة تفاهم حول صيانة الخط الأول لمترو الأنصاق وتشغيل الخط الثالث للمترو أعلان نوايا بشأن إنشاء الجامعة الفرنسية المصرية وتنميتها أعلان بشأن تعزيز التعاون في مجال تدريب القادة بالإدارة المصرية اتفاقية متعلقة بعقد إنشاء البيت المصري بالمدينة الدولية الجامعية بباريس